فلنفرض تنزلاً أن هذا المشروع أصلاً مشروع شخصي ووقع فيه أصحابه المؤمنون في ضائقة في كربة في حاجة في ضعف بحيث أنهم يحتاجون إلى نصرة ومعونة فكذلك ورد في الحديث الشريف الذي رواه المفيد عليه الرحمة في الاختصاص في الصفحة 27 قول الصادق عليه السلام ما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة فالنتيجة هي النتيجة يعني هب أن هذا المشروع شوفش قد نتنزل هب هذا المشروع ليس من جنس نصرة علي عليه السلام وليس من نصرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أقل هو نصرة لأخيك المؤمن الذي يقول إني في حاجة في ضعف أني أحتاج إلى معونتك وأنت قادر على نصرته الآن ولكنك لا تفعل يشملك دعاء النبي صلى الله عليه وآله دعاؤه عليك ونعوذ بالله بالخذلان أن يخذلك الله في الدنيا والآخرة وهذه بالمناسبة ترى مسائل معروفة لكنها غير متفشية عند الناس يعني لو بحثتم في تراثنا سواء الحديث أو الفقه أو الأخلاق تجدون هذا مدونا دونه العلماء لكن المؤمنين بسبب تدني وعيهم في هذا الزمان وقلة تراحمهم في هذا الزمان صارت هذه الأمور جديدة عليه قصلا عندنا في الأحاديث ما مضمونه لا يكون المؤمن أخا للمؤمن إلا إذا حصلت هذه الحالة إلى هالدرجة أن ذلك المؤمن إذا احتاج إلى شيء وضع يده في جيبه فأخرج ما شاء دون أن يسأله صاحب الجيب يعني هكذا الأمر ما بين المؤمنين في توادهم في تراحمهم في نصرتهم لبعضهم بعضا في مساعدتهم لبعضهم بعضا حتى لو واحد نفرض لا مشروع شخصي أصلا إنسان راح جايبني إلى بيته مثلا مقترض أموال وإذا بيته يحترق يخرب عليه نص البناء يخرب عليه يقول يا جماعة تعالى واعينوني أنا في حاجة في ضعف في مسكنة أحتاج إلى معونتكم مثلا يجتمع جماعة من المؤمنين كل واحد يقدم له شيء حتى يقدر يقوم على حيله يوقف شوي حتى لو المشروع شنو مشروع شخصي خاص به به بعياله فكيف إذا كان مشروع يخص الأمة مستقبل الأمة مشروع يذكر الزهراء عليها الصلاة والسلام وما وقع عليها مشروع يذكر أمير المؤمنين عليه السلام وكيف تألب عليه القوم وتآمروا من ذا من المؤمنين الذين يحبون علي عليه السلام ويخلصون له لا يعجبه أن يرى هذه الحقائق التاريخية مجسدة في عمل سينمائي من ذا لا يعجبه أن يرى كيف نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليًا يوم الغدير ورفع يده وقال من كنت مولاه فهذا علي المولاه هذا مشهد في فيلمنا ومن أروع المشاهد يَنeeee يَنِدْيَدْيَدْا